تسمع من كابتن عمر السيناريو المتوقع من منظر الكبير بكرة في مواجهة النادي الاهلي الحسابات اختلفت حسابات مختلفة تماما مباراة الراجل خسران فيها 2-0 هو هنا المباراة كان بالنسبة له التعادل أو حتى الخسارة 1-0 بالنسبة له ما كانتش هتبقى مشكلة كبيرة لكن مدرب خسران 2-0 برا أرضه بلاعب النادي الاهلي تفتكر السيني اللي هيشتغل به منظر الكبير بكرة ازاي كابتن عمر بش يا كابتن هيني الراجل عايز يلعب بحاجة معينة انتهى من نهف المباراة الاهلي هنا آخر عشر دقائق اللي هو العقل المفكر لي عبدالإله الحفيزي الراجل اللي بيشغل الأطراف عنده بيستعمل الاتنين عندهم مهارة يسري بازوق وحمزة خابة وزكري الهبطي اللي هو الراجل بيستعمل مهارة عشان يوقف امكانيات عليه معلول ومحمد هيني هيشتغل 4-2-1-3 4-2-1-3 بيستعمل الاتنين الدفندرين اللي هو عشان بقى زاكرة سليمة أهودو هو أطمالي بيلعب بالنهري وطايق وجمال حرقاس وعنده مشكلة في لاعب قرج من المعسكر بقى اليومين لأموره المادية اللي هو محمد نهري اللي شات الدربة السبتة على الشناوي محمد معقاضي رجع للفرقة تاني عنده اتنين دفندر روجي أهولو راجل أفريقي بتاعتوجه وعنده محمد زاردو وبيلعب عبدالحفز الإلهة على حساب وليد الصبار وبيشتغل بالأطراف الإمكانية بتاعت المهارة من جهة علي معلول اللي هو زكريا الهبطي ومن ناحية تانية يسري مرزوكو وحمزة خابة كسترايكر جوه السندوق بيشتغل على الكور العرضي لو رجعت يا كابتن هاني للسنة اللي فات في مباراة الرجاء هم مع دوشة الجماهير وحماس الملعب الكور العرضي التمركز دفاعي لنا تعلق الشناوي إنه هو يمنع أي دوشة داخل السندوق أطلع أخذ الكور دي هتريحني كتير كولر هيشتغل بالمواصفات اللي لعب بها هنا بس بدل أربعة واحد أربعة واحد أربعة أربعة واحد إزاي تلقلني كونتر قد تكمل الدفاع للهجوم عشان أقدر أنهي الهجم هناك حينتا بتتكلم أربعة أربعة واحد واحد ده والكورة متحركة ممكن الفورميشن يبقى أربعة ثلاثة ثلاثة بالزبط كده بس أهم حاجة عنده الأول كان في مصر ديانج والسولية طيرين لا موجودة هيبقى في نص الملعب هيبقى موجود بجوار مروان على أيمينه هاني هيشتغل جبهات هاني وديانج وتاو الجهة التانية علي معلول حمدي فتحي حسين الشحات وأهم واحد في كل دول هو حمدي ومروان التمركز في نص الملعب لعدم الزيادات العددية اللي موجودة من فرط الرجاء على لعبة النادل أهلي النادل أهلي بقى يستعمل كرة سابتة كونتر قد تاك بيستعمل في المهارة زي برستا وحسين الشحات داخل الصندوق تزديدة معينة من حمدي فتحي أو مروان هو الشكل اللي عام هيبقى كده وأي حاجة جوه الصندوق من أنصاف الفرص هتبقى من مصيب كهرباء اللي هي الحاجات اللي فيها كرة عرضية يعني يمكن أحمد هو بيشرح لحضراتك كابتن هاني وإحنا سمعين كنا بنقول هو ليه ما فيش كسافة عددية ده الطعم اللي عمله كولر واستفاد منه وبلعوا منظر الكبير يعني كان مقصودة؟ بين قوي بين قوي كهرباء كان بيلعب فترات كان لواحد وسط خمسة على واحد خمسة على واحد الشوت التاني آخر 12 أو 13 دقيقة كان بيبقى جوه الصندوق حمدي ومروان وحسين وكهرباء وبعد كده شريف وقالو ديانج يعني يمكن ديانج احنا شوت تاني بعد ما عمر غير قلنا هو ديانج فائق ليه معين ديانج في أول بتلت بساط فقد الثقة وابتدأ يضطرف ابتدأ بقى يزيد في آخر الشوت التاني من ناحية اليمين كان بيزيد زيادة عددية على تاو والدقر يحيى النتاوي يخش وأحرص منها عمل منها الهدف اللي هو الوانتول اللي اتعمل ما بين اللونج بسط اتعمل لحمد فتحي داخل الصندوق والربط ما بينهم الشغلة يا كابتن هاني دوت كتبولي كابتن محمد خط ظهر وحرص مرضى المقشاط دي خط ظهر وحرص مرضى ومارا وان